عادت الاجتباكات المسلحة الى العاصمة الليبية ترابلوس مصرحها هذه المرة ميدان الفرنج ومدخل منطقة عينزارة بين مسلحين بميليشيا ما يعرف بالسبعة سبعة سبعة وقوة شرطة القضائية التابعة لجهاز الردع توتر امني يسبق جلسة لمجلس النواب الاثنين القادم لاختيار خليفة للبيبة الذي يتشبث بمنصبه مدعوما بالمجلس الاعلى للدولة وسط دعوات لاجتماع نواب ترابلوس العحد المقبل لمناقشة الاستحقاقات الليبية القادمة صورة الانقسام الليبي بشأن مستقبل حكومة الوحدة يجسدها بيان اصدرته من الشيات المنطقة الغربية اعلنت فيه رفضها مسار الحل الذي يعمل عليه مجلس النواب الليبي وصولا للانتخابات عودة الانفلات الامن والاشتباكة المسلح بين الفرقاء الليبيين يؤشر بحسب مراقبين على ان اي تغيير سياسي دون توافق من شأنه اعادة ليبيا الى مربع السفر في ذل تحديات اقتصادية كبيرة تواجهها البلاد